حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن رجل من آل أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله وكانت امرأة من المهاجرات قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله عز وجل وحج مبرور حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مصير عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكري بن عبد الرحمن بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي هلا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة حتنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي وأبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن رجل من آل أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله الجهاد في سبيل الله وحج مبرور قال أبو عبد الرحمن أو حج مبرور